السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مستر محمد ولاي اللي تعلم اللغة الانجليزية طبعا اللي متابع معنا هنقلصنا الدرس الاول والتاني والثالث والرابع في الوحدة الاولى وللسانة الخامس والسادس هنخلصه نهاردة ان شاء الله اول حاجة هنبدأ ننطق الكلمات بالنطق الصحيح الامريكي هسيب لك جزء من الثانية تنطق ورايا فيه تمام هنطق كل كلمة بالانجليزية مرتين ولو في حاجة محتاجة اشرحها هاشرحها لكم ان شاء الله ماشي يلا نبدأ باسم الله جولري جولري بادري بادري لين نطقنا دي دي حاجة زي دي لانها بين صوتين ساكنين زي ما قلت في الحصة اللي فاتت ممكن تقولها باوتري هنا الكلمة اللي بعدها سنتري وهنا برضو في النط الامريكي يبني لو في تي جاية بعد الان ما بنا نطقش التي فهن قلها سانري سانري اندورز اندورز سوجيسشن سوجيسشن او دورز او دورز ريس باند ريس باند ديس اجري ديس اجري بلائتلي بلائتلي سوجيست سوجيست أيراند Arrange Swimming pool Describe Opinions Feelings Final Decision Reply El Orman Gardens Wild Trip Review Review This is an Arabic It's an Arabic Maybe if it's English Kedev It's good for you Online Ready Invitation 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 Correctly Correctly Easily Lovely Nearby Invite Gardener 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 Let's start studying Century One hundred years One hundred years 100 years Endures Inside a building Inside Inside a building Inside a building Pottery Pots Plate Cups That are made Of clay Anything Any other Anything 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 To see Jewelry Jewelry Pretty things Beautiful That people wear People That people wear Like rings زي الخواتم و السلاسل نأتي الأفعال الغير منتظمة ميتوب الماضي بتاعها ميتوب ممكن تقول ميتوب أو ميتوب تصرف الثالث ميتوب أو ميتوب برينج براد براد بريك بروك بروكن نجيبها للحاجة اللي يبتجي مع الميك و دو أول حاجة ديسجن يعني قرار بيجي مع ميك ميك ا ديسجن منفجة تقول دو و ديسجن ميك ا ديسجن ميك ا ديسجن ميك ا سجيسجن ميك ا بلان ميك ا بلان يعني يعمل خطة أو يخطط ميك لانش يعني يعدوا اكبت الغداء ميك لانش ميك شور يعني يتأكد دو وورك يقوم بعمل دو سمثن ميك سمثن دو سمثن دو سبورت دو سبورت دو وان اكتافيدي دو وان اكتافيدي دو وان اكتافيدي دو سمثن دو سمثن دو سمثن خارج المنزل او خارج المبنى دو سمثن وعكسهم دو سمثن دو سمثن دو سمثن اكتافي دو سمثن دو سمثن دو أن تذكر اكتافي تذكر 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 او allow, disagree, refuse نجبها لل prefix وال suffix وقلنا ان في حاجة اسمها بادئة اللي هي بنحطها في اول الكلمة بتعكس لنا عكس الكلمة او بتعطينا معنى تاني وحاجة اسمها suffix بنحطها في اخر الكلمة بتكون لنا صفة او اسم او بتغير لنا معنى الكلمة اول حاجة عندنا ام لما بنضيفه لكلمة politely بتبقى impolitely بتعكسها يعطي عكس المعنى تاني حاجة e r n بتكون صفة يعني north معنى شمال عايز اقول شمالي northern southern جنوبي eastern شرقي western نجي بقى للفرق بين indoor و indoors outdoor و outdoors اول حاجة indoor و outdoor من غير s دي صفة صفة يعني بتوصف اسم ما ينفعش توصف فعل معناها داخلي indoor معناها داخلي من غير s و outdoor معناها خارجي زي ايه handball and valley ball كرة اليد و الكرة الطيرة are indoor sports هي رياضات داخلية تمام add verb اللي هو الظرف ده بيوصف verb بيوصف فعل زي ايه و outdoors من ضف long s يبقى بيوصف الفعل ما ينفعش يوصف اسم معناها بالداخل indoors معناها بالداخل outdoors بالخارج زي ايه football is played outdoors بتيجي بعد الفعل دايما انما indoor بتيجي بعدها اسم football is played outdoors الكرة بتتلاعب في الخارج نيجي بقى حاجة ما i would prefer to go somewhere indoors i would prefer to go somewhere indoors i would prefer انا افضل to go انا اذهب somewhere مكان ما indoors داخلي كلمة open فعل open الماضي بتاعب اندفلو ايدي بيبقى opened ممكن تقولها open open او opened اعناها فتحة يفتح open من غير ايدي زي الارمان garden opens حديقة الارمان بتفتح at 9 a.m at هنا جبناها لاندي ساعة مع الساعات بنجيب at ده الدرس الاول shops are usually المحلات بتفتح عددا open till لحد 12 at night الساعة 12 بالليل in summer في الصيف نقل الحرف القرية اللي على النهاردة disagree politely disagree politely disagree politely دي اكسبرشن او تعبير معنى يرفض بأسلوب مهذب play a computer game play a computer game او ممكن تقول play a computer game play a computer game give an answer give an answer يعني يعطي اقابة او بيرد على حد check work check work check work يعني يفحص عمل meet up meet up meet up يلتقي او يقابل حد agree with agree with agree with agree on agree on يوافق على حاجة يعني ايه i agreed on this انا وفقت على كده انما i agree with you i متفق معاك انت الشخص ازا نفسه reply to معنا يرد على reply to that sounds like a great idea that sounds معنا هذه هي تبدو like a great idea فكرة جيدة that sounds like a great idea get married get married معناها يتزوج plant a forest plant a forest يزرع غابة forest يعني غابة ويزرع يعني plant take a boat take a boat يستقل لقرب think about think about يفكر في go on a ferry go on a ferry ferry معناها معدية كانت في الدرس الثلاثة والرابعة go on a ferry يذهب باستخدام معدية on the river on the river on the river معناها في النهر for launch for launch for launch لوقبة الغداء يعني عشان وقبة الغداء thank you for thank you for شكرا على وتكمل بعد مثلا thank you for helping me الفعل دائما بيبا بعدها ing thank you for helping me شكرا على مساعدتك ليا arrange to arrange to بيجي بعدها المصدر arrange to make كذا مثلا add a nearby shop add a nearby shop في مدقر قريب في مدقر قريب اني قبالي listening اللي علينا وحد سابين باسل وطاهر باسل بيقول hi طاهر would you like to meet up tomorrow هل تحب هل would you like يعني هل تحب to meet up أن نلتقي tomorrow غدا فطاهر بيقول hi باسل that would be great هذا سيكون عظيما أو جميلا ده سيكون حاجة حلوة جدا shall we go to the sports center shall we go دي بتقولها لما تكون عايز تطلب الذهاب لمكان ما بس بطريقة محترمة shall we go to the sports center ممكن نروح للمركز الرياضي باسل بيقول i'm not sure i'm not sure i'm not sure i'm not sure i heard my leg i heard my leg i heard my leg i'm not sure i heard my leg so i can't play sport لعشان كده أنا ما قدرش ألعب is sport رياضة at the moment في الوقت ده طاهر بيقول oh dear oh dear متأسف جدا طاهر متأسف جدا للشخص ده بيقول له ah يا عزيزي dare يعني عزيزي shall we go to the park ممكن نروح للحديقة then ممكن نروح للحديقة يعني فباسل بيقول maybe ممكن but it's a long way to walk بس ده طريق طويل جدا المش i would prefer to or i'd prefer to أنا أفضل and go somewhere indoors نروح لمكان داخلي تمام يعني ممكن نروح لمكان نعط قوة فطاهر بيقول له oh okay how about the museum اي رأيك في الميزيوم المتحف باسل بيقول perhaps but it's always busy on saturday هو على طول زحمة يوم saturday السبت فطاهر بيقول okay so what would you like to do what ماذا would you like to do تريد تحب أن تفعل فباسل بيقول i think it would be nice أعتقد أنه سيكون جميلا to watch computer game إننا نشاهد لعبة computer there is a new you get a new one لعبة جديدة which lets you practice your english which التي lets you تسمح لك practice your english تمارس اللغة الإنجليزية بتاعتك فطاهر بيقول that sounds like a great idea that sounds like a great idea هذه تبدو فكرة رائعة why don't you come to my house ليه ما تجيشي البيت بتاعي فباسل بيقول I would love to أحب ذلك thanks طاهر see you tomorrow أشباك بكرة يا طاهر شكرا نجل المحادسة التانية بالإنجي واللينا إنجي بتقول would you like to meet up tomorrow ولينة would you like to meet up tomorrow لينا حاول تردد ورايا would you like to meet up tomorrow لينا هتتحب أننا نتقبل بكرة يا لينا فلينا بتقول that would be greed دي هتكون حاجة عظيمة إنجي يا إنجي shall we go to the museum ممكن نروح للميزيوم المتحف فلو أنا بكلم شخص كبير أو حد كويس وعايز أقول له نروح في حتة أقترح أننا نروح في حتة الطريقة مهزبة أقول shall we go to وتقول لحاجة لأنت عايز تروح تمام فإنجي بتقول I'm not sure أنا مش متأكدة I think the museum is closed the museum is closed today I think the museum is closed today أعتقد إن المتحف مأفولي النهاردة فلينا بتقول shall we go to the shops then ممكن نروح للمحلات فإنجي بتقول I would prefer to go somewhere outside أنا أحب أروح لمكان خارجي how about the park مكان خارجي يعني نقعد برا how about the park how about the park رأيك في الحديقة فلينا بتقول I like the park أنا أحب الحديقة but لكن I think it would be nice هيكون كويس جدا to go on a ferry إننا نروح بمعدية on the river في النيل would you like to do that هل تحبين فعلا هذا would you like to do that فإنجي بتقول yes I would love to yes I would love to أنا أحبي كده أحب ذلك why don't we meet by the bridge ليه ما نتقبلش by the bridge عند الكبري نجي باقي للإيميل المطلوب مننا فهنا ناخد شوية حاجات أول حاجة بيقول لك learn about how الخداو إسماعيل تعلم تعلم إزاي الخداو إسماعيل as the famous French gardener سأل أو طلب من شخص فرنسي مشهور بطاحها دائق to plant a forest in the 19th century to plant a forest أنه يزرع forest غابة in the 19th century في القرن 19 فيقول لك find out اكتشف how the urmuan garden إزاي حدفة الأرمان became famous بقت مشهورة in 1910 1910 1910 وبيقول لك learn how the garden إتعلم إزاي الحديقة protect many important plants and trees protect بتحميم many important العديد من important plants الزروع أو الزرع المهم and trees والأشجار المهمة see plants هتشوف شوية plants zara trees ashgar and flowers we were do that grow nowhere else in egypt اللي هي بتنموف مش بتنموف أي حتة في مصر غير يعني ما بتنموش في مكان تاني غير مصر تمام وأنا بيقول لك دوك ستريت شرع الدقي في الجيزة بعد كده واحدة بتتكلم عزة بتقول لها يا عزة I'm looking forward to أنا أتطلع إلى our trip رحلتنا to the ermine garden اللي حديقة الأرمان the garden opens at 9 a.m ال garden اللي هي الحديقة بتفتح الساعة to get there by car عشان تروح بالعربية what time shall we come to get you what time shall we come to get you اهل وقت المتاح ان احنا نغدج فيه the online reviews are fantastic المراجعات اللي هي على النت جميلة جدا عظيمة يعني اللي هي الناس اللي بتروح المكان ده و بتدى أراء الأراء دي جميلة جدا يعني بيقولوا عليها كلام حلو على حد اللي هي الحديقة the garden is very big الحديقة كبيرة جدا and there is lots to see في حاجة كتير اوح ان احنا نشوفها make sure اتأكدي that you wear comfortable shoes ان انت بتلبسي shoes مريحة shoes مريحة يعني ايه يعني بتلبسي جزمة مريحة I am sending you a map of the garden انا هبعتلك map خريطة للجاردن الحديقة you can see wild flowers ممكن هتشوفي حاجات جميلة جدا زي الورد الورد البري and plants اي كافي قريب عشان نتغدى what would you prefer تفضلي ايه تحبي ايه اكتر what would you prefer فهنا بتقول there is also a lovely shop في جمان مطعم جميل جدا near the garden قريب من الوردن الحديقة that sells pottery and jewelry بيبيع فخار ومجوهرات see you Saturday اشوفيك يوم السبت reem ريم هي اللي بعد الكلام ده نيجي نبص برضو على ايه نبص على الاميل ده من منير لحازم دائما لما تيجي تكتب اميل بتكتب اسم اللي بيبعت بتكتب قبلها from يعني من من منير منير تحتها to حازم يعني اول حاجة تكتب from to from to from اسم الشخص اللي بيبعت وتو اسم الشخص اللي بيبعت له فهو بيقول له دير حازم عزيزي حازم thank you for asking me to visit the lake thank you for asking me شكرا لك انك طلبت مني to visit the lake نزور البحيرة I would love to go there انا احب ان اروح احب جدا ان اروح I will be ready انا اكون جاهز at 7 ام at 7 ام في الساعة السابعة صباحا so you can come to get me anytime ممكن تيجي في اي وقت anytime after that بعد الوقت ده بعد سبعة الصبح yes I have some comfortable shoes yes نعم I have some comfortable shoes لدي قزمة مريحة او كتش مريح I don't mind انا لا امانع I don't mind walking around the lake نمشي حوالين البحيرة walking around يعني نمشي حوالين the lake البحيرة I like walking in the country احب ان انا امشي في البلد او البلدة او الريف هما اصدني هنا الريف بس هي الريف معناها countryside countryside تمام فهو هين اصدو البلد to answer your question عشان اجاوب على سؤالك perhaps we should take a boat on the lake first وكمان احنا عايزين ناخد او بود مركب على البحيرة في الاول نركب مركب يعني الاول before it is too hot قبل ما تبقى too hot يعني حري جدا my mother is going to make me some lunch to take with us امي هتعمل to make me some lunch هتعمل لشوية اكل غدا to take with us عشان ناخدو معنا but she is but she always لكن هي ريمن makes lots بتعمل كتير او بزيادة i'm sure there will be enough for us to share انا متأكد ان في حاجة كتيرة هتبقى كافية اننا نشارك مع بعض see you on saturday اشوفاك يوم السبت yours munir yours munir نجي بالطارق وبيكلم عن نفسه بيقول i am طارق انا طارق and i live انا عيش in a small village in a small village اعيش في القرية صغيرة on weekdays في ايام الاسبوع there are two pauses there are two pauses a day to the nearest city there are two pauses موجود اتنين pauses a day كل يوم to the nearest city لأقرب مدينة the first bus is at the first bus البس الأولاني is at بيكون في الساعة السابعة صباحا at a.m and the second one week التاني leaves late in the afternoon بيغادر متأخر في الظهيرة my father والدي doesn't take the yearly bus ما بيخدش البس الباكر اللي بيجي سبعة الصبح because لأن it is very slow هو باطئ جدا the traffic حركة المرور is always bad in the morning هي سيئة دائما في الصباح at the weekend في نهاية الأسبوع أو عطلة الأسبوع there is only one bus في باس واحد بس which goes at 8 a.m which goes اللي بيمشي at 8 a.m ساعة 8 الصبح there is not much traffic then there is not much traffic then ما فيش حركة مرور وقتها so it arrives عشان كده هو بيوصل in the city في المدينة at 8 a.m في الساعة 8 ونص there is a market in the city في market في المدينة at this time في الوقت ده so I often take this bus with my mother عشان كده أنا باخد البص ده مع والدتي نيجي لإتاني الكلام ددي المحادسة هنا لو جالك سؤال المحادسة هو بيقول لك would you like to بيجي بعدها المصدر فهي الإجابة بتاعتها I am sure وكذا دي المحادسة تقرأها فوق هيبقى أفضل من الكلام ده نيجي بقى إزاي تعبر عن التفضيل أول حاجة لدينا ثلاث طرق أول حاجة بنجيب الفاعل أول دايما في الثلاث طرق الفاعل دايما بعد كده هنفرع لو جه would prefer to would prefer الابصرف دي والدي دي اختصار لكلمة would would prefer to بيجي بعدها المصدر على طول would prefer to بيجي بعدها المصدر على طول زي I prefer to go somewhere indoors I would prefer to أنا أفضل an go الفاعل في المصدر somewhere indoors مكان داخلي تاني حاجة لو جه الفاعل وبعدها prefer منغر would هنحط المصدر زي ing يعني نحط الفاعل في هنا ما فيش فعل فهو كميل هذه إنما لو في فعل هنقول I prefer going الفاعل go ضفنا ing I prefer going somewhere indoors لأن prefer بس منغر wood I prefer going somewhere indoors أحب أروح مكان داخلي لو جيب الفاعل وكلمة prefer بيجي بعدها برضو is أو الفاعل في ing زائ to زائ الفاعل ing لما تكون عايز ستفضل عن حاجة مث I prefer أنا أفضل playing football لعب الكرة to playing basketball يعني عن لعب basketball يعني هنا I prefer وبعد كده الفاعل ing وبعد to والفاعل ing ثاني معنى أنا أحب حاجة عن حاجة I prefer playing football أنا أفضل لعب football to playing basketball to playing basketball عن لعب كرة السلة we he prefers tea هو بيفضل tea عن القهوة وكده نكون خلصنا الدرس بتاع النهار دا يا شباب تنسوش بقى تدعمونا ان شاء الله تعملوا لايك وتكلموا صاحبكم عن القناة وان شاء الله الحصة الجاية نحاول نراجع على Ionit 1 كله وبكده نكون خلصنا درس كلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته